اهلا بكم حمل المبعوث الامريكي الخاص الى اليمن تيم ليندر كينج ميليشيا الحوثي مسؤولية فشل جهود تجديد الهدنة واصفان اشتراطاتهم بالمتطرفة وضح في كلمة امام اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الخارجية في مجلس نواب الامريكي ان مطالبة الحوثينا في اللحظة الاخيرة للحكومة اليمنية بالتحويل عائداتها المحدودة من صادرات النفط لدفع رواتب مقاتليهم منع الامم المتحدة من تأمين اتفاق هدنة جديد واكد ان الوضع في اليمن لا يزال هشا واكثر اثارا للقلق مع تراجع الحوثينا عن التزاماتهم وتقديم مطالب متطرفة وشن سلسلة الهجمات الاخيرة التي تهدد الشحن البحري الدولي من جهتي اختتم المبعوث الاممي لليمن هانس جرونبرغ مباحثات في العاصمة السعودية الرياض حول جهود احياء الهدنة وسبل التوصل لحل سياسي للصراع المستمر منذ ثمان سنوات وذكر المكتب الاعلامي للمبعوث الاممي ان جرونبرغ اختتم زيارته الى الرياض التي التقى خلالها السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر وسفراء من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن وشارل ان هذه المباحثات تأتي في اطار المساعي الحتيثة لتجديد وتوسيع الهدنة ووضع اليمن على مسار نحو تسوية سياسية شاملة للنزاع قال رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ الامريكي بيرني ساندرز ان المجلس يتجه خلال اسبوع المقبل الى التصويت على قرار سلطات الحرب الذي يهدف الى وقف دعم واشنطن للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن ونقلت صحيفة The Interest الأمريكية عن مراقبين ان الحال الان مهيئة لتمرير القانون داخل مجلس الشيوخ بعد سيطرة الديمقراطين عليه وترد العلاقات بين واشنطن والسعودية بسبب ملفي خفض انتاج النفط وموقف الرياض من الحرب الروسية على أوكرانيا وقالت الصحيفة ان قرار سلطات الحرب له امتياز خاص في مجلس الشيوخ ما يعني انه يمكن طرح للتصويت دون الحاجة الى موافقة قيادة المجلس بمجرد انقضافة رزمنية معينة قالت مصادر عسكرين ميليشيا الحوثي قامت بنشر منصات اطلاق صواريخ موجهة وطايرة مسيرة وانشاء ورش لتفخيخ الزوارق البحرية في مناطق سيطرتها بالحديدة واعتبرت المصادر تلك التحركات بمثابة تصعيد يستهدف تهديد الملاحة الدولية في البحر الاحمر مشيرة الى ان الميليشيا بدأت تلك التحركات عقب رفضها تمديد الهدنة ودفعها بتعزيزات قتالية ومعدات عسكرية الى الحديدة وكانت الميليشيا كثفت عملية العسكرية عبر اطراق المسيرات ضد المصالح الاقتصادية منذ انتهاء الهدنة الى جانب تصريحاتها باستهداف حركة الملاحة في باب المندب اعلن مكون يدعمه المجلس الانتقالي عن اجراءات تصعيدية جديدة تشمل تنفيذ عسيان مدني غدا الخميس للمطالبة بسرعة اخراج القوات الحكومية من وادي حضرماوك وعبر ما يسمى شباب الغضب في بان الله عن رفضه لما اسمه اي حلول ترقيعية او التفاف على تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض باخراج المنطقة العسكرية الاولى مشيرا الى ان التصعيد سيعوم كافة مديريات الوادي وحمل السعودية والمجلس الرئاسي مسؤولية ما ستأوليه الامور بوادي حضرماوك جراء تجاهلهم مطالبه باخراج قوات المنطقة الاولى ويحلل قوات النخبة الحضرمية في امان الله موسيقى